ترجمة نانسي قنقر أسمى التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة تفوق أبنائه وبناته الأمر الذي جاء نتيجة حرص جلالته الأبوي واهتمامه الدائم بجميع الأيتام البحرينيين مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم مشيدا بتعاون وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية مع المؤسسة الملكية في تقديم الرعاية التعليمية المتميزة لأبناء المؤسسة وخلال الحفل قام الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد بتكريم سبعمائة وستة وثلاثين طالبا وطالبة إلى جانب الحاصلين على جائزة ريادة وتميز الذين بلغ عددهم تسعة عشر طالبا وطالبة حفل يقام سنويا تكريما لأبنائنا المكفولين في المؤسسة الملكية بناء على توجيهات جلالة الملك طبعا تشجيعا لأبنائه في تلقي التعليم وتشجيعا لهم وتحفيزا لهم لإكمال دراستهم وهذا طبعا لا شك من الأعمال الطيبة المباركة التي يشكر عليها جهالة الملك عفظه الله ورعاه هذا اليوم يتم تكريم عدد أكثر من سبعمائة طالب وطالبة في المؤسسة نحتفل بأبناء المتفوقين اللي رغم الضروف والتحديات جايبين علامات فوق تسعين بعضهم كنت أسألهم في طابور التتويج علاماتهم وأما جايبين مئة من مئة أو في الآي بي أربعة من أربعة وهي شيء رائع نشكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدعمهم المستمر لأبناء مملكة البحرين فبالتالي هذا الحفل يعطينا الدفعية والحافظ في إكمال مسيراتنا التعليمية والعلمية والعملية نشكر المؤسسة الملكين العمال الإنسانية على إقامة هاي الحفل اللي متعورين عليه كل سنة